يعطيكم العافية طلاب السفر السادس اليوم يكون عندنا متابعة لدرس القطاع الدائري السادس المطلوب مننا احنا في هذا الدرس فقط بدون رسم انه صعب انه احنا نتواصل مع بعض على الرسم رح يكون تواصلنا على الرسم من خلال حل الواجبات مثلا اليوم رح نحل سؤال واحد صفحة 110 من تمرين ومسائل السؤال بحكي لك انه في عندنا مدرسة مقسمة مرحلة روضة واساسة وثانية وزي ما هو موجود عندنا بالروضة عندنا 30 طالب عند المسحنان المرحلة الاساسية لحد الصف السادس عندنا 100 طالب المرحلة الثانوية عندنا 50 طالب هلأ كيف هذول نحولهم من ارقام الى زوايا يعني رح يتحول عندنا بقياس الدرجات اول خطوة اللازم نعملها دايما الحساب العدد الكلي لطلاب المدرسة كلهم يعني كم عندي العدد الكلي لطلاب في المدرسة هاي اول خطوة لازم نعملها ونركز عليها دايما عشان انا اعرف عايش بدأ اقسم هلأ نيجي نعرف الروضة هذا الدائرة صح هذا يمثل عندنا القطاع الدائري الروضة كم بتشكل عندنا باي الدائرة هاي مركزها احنا لازم تكون مجموعة الزوايا اللي حواليها تساوي 360 درجة قديش بدأ اقطع منها للروضة شو منعمل منيجي منحكي انه القطاع الدائري للروضة يساوي عدد طلاب الروضة من السؤال اذا هاي المعلومة من السؤال وهاي اللي احنا حسبناها هون ماشي هلأ منطبق عدد طلاب الروضة 30 على العدد الكلي للطلاب الحسبناه 180 ضرب 360 درجة عشان احولها لدرجات بنحكي 30 نحطب الاصفار مع بعض واحد عدد 18 ستة وستة مع ستة وثلاثين بطلع لنا ستين درجة المرحلة الاساسية كم عدد طلابها عندنا 100 طالب على 180 ضرب 360 بطلع لنا 200 طالب اذا قطاع المرحلة الاساسية هو اكبر قطاع وهو 200 من القطاع الدائري المرحلة الثانوية 50 على 180 ضرب 360 ستين ساوي عندنا 100 هيك احنا المطلوب مننا في هذا الدرس انه لحد هون بكفي انه نعرف القطاعات بالدرجات فقل دون تمثيلها عندنا بالمنقلة هلأ شو المطلوب منك عندنا واجب رح ابعثه واجب سؤال واحد للجميع صفحة 108 رح يكون عليها خمس علامات اللي هوني احنا عم نرصد في العلامات في هاي الفترة الكل لازم يشارك فيه هذا السؤال عشان ما ادخل في الامتحان النهائي خمس علامات تحوي اللي هو كيف بدك تعرف القطاعات الدائري البندورة وبطاطا وبصل وملفوف اذا خمس علامات رح تحسب من الامتحان النهائي لانه شهر الثلاثة بجمعك الكوية يلا بكون معنى هذا واجب للحصة القادمة لانه натصمح ki بنتح رقنة Salمه! شكرا